أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم نحن كما تعلمون في رحابي سورة التوبة أو سورة براء قلنا أن هذه السورة لها أجواء صارمة وغاضبة وصادمة على المشركين وأساسا هذه السورة تحدد العلاقات بين المسلمين وبين الكفار للذين لم يكونوا في الليالي الماضية أذكر أن هذه السورة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين اللي رح نقراها هذه الليلة بعد فتح مكة قلنا أن مئات الآلاف من الناس في الجزيرة العربية وحول مكة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلنوا إسلامهم فيهم من جاء معتقدا مؤمنا مخلصا خالصا حقيقة آمن ومنهم من جاء خوفا ومنهم من جاء طمعا بالانتصارات ومنهم من جاء نفاقا هذا من ناحية ومن الطبيعي هذا من الطبيعي لمن يصبح تحول عام في منطقة الذين ينضوون تحت ذلك اللواء انتماءاتهم مختلفة بعدين صار قضية حنين أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة بقى كم يوم في مكة جاء الخبر أن قبيلة هوازن وثقيف هؤلاء في الطائف وأطراف طائف يعدون العدة للهجوم على الرسول وعلى جيش المسلمين بس جيش المسلمين كما يقال عشرة آلاف عشرة آلاف مقاتل بس جايين مو للقتال جايين لفتح مكة بالصلح ولذلك كانوا يرفعون راياتهم والمقول المعروفة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين اذهب إلى داخل أزقة مكة وقل اليوم يوم المرحمة اليوم تحمى الحرمات تحمى فلم يقتل أحدا فدخل مكة منتصرا بعشرة آلاف مقاتل أو مسلم عندما وصل الخبر إلى رسول الله أن هواز وقبائل أخرى من العرب يستعدون للهجوم على رسول الله قبل أن يذهب إلى المدينة الرسول جهز جيشه وأعطى الراية الكبرى الأساسية في تلك الغزوة بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وقصة مفصلة نقرأها بعد دقائق طبقا بالآيات الشيء الذي أريد أن أقول تهيئة لفهم هذه الآيات نحن دائما نقدم مقدمة قبل التفسير هؤلاء الذين أتوا بعد فتح مكة وأعلنوا إسلامهم هؤلاء ممعلوم شنو بيهم منافقين بيهم طماعين بيهم مجربون بيهم ناس أسأل غيال هوى انتصار صاير جاي من ناحية أخرى في المدينة يعني في يثرب وأطراف يثرب اليهود موجودون من ناحية أخرى المسيحيون موجودون النصارى يعني ففي المجتمع مختلط صاير فيجب أن الدولة الإسلامية بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتخذ موقف من كل فئة حكومة صايرة والأعداء متربصون وكل يوم يسوون مشاكل فما يصير هالشكل لازم فتقانون يصير سورة براءة تقنين العلاقات انتبهوا هذه العبارة تقنين العلاقات بين المسلمين وبين الآخرين الآخرين علاقاتنا مع المشركين شنو علاقاتنا مع المسيحيين شنو علاقاتنا مع اليهود علاقاتنا مع المنافقين شنو شو تزوي يعني شنو بالنتيجة يحتاج إلى قانون هذا سورة براءة تقنين هذه العلاقات من ناحية احنا منتصرين المسلمون انتصروا بعد فتح مكة ومن ناحية مئات الألوف ديجون يعلنون إسلامهم بس بالنتيجة الشرك بعد موجود المشركون موجودون اليهود والنصارى موجودين سناهيك عن قضية الفرس والروم وذلك بحث آخر بعدين نقرأ تقنين العلاقات بين الدولة الإسلامية وهؤلاء القانون الأول قرأناه في الليالي الماضية علاقاتنا مع المشركين شنو براءة من الله ورسوله للمشركين خلص المعاهدات التي نقضوها هم نقضوها انتبهوا نكرر هم نقضوا بنود المعاهدات بين المسلمين وبين الكفار وبين المشركين هم نقضوها فبعد ماكوا مجال الرسول بلطفه ومحبته وأخلاقه والنبله أعطات أربعة شهر يعني القرآن أعطى الوحي أربعة شهر أنتوا روحوا فكروا إما تصيرون مسلمين أو تتفقون أو تنفذون بنود المعاهدات ما دام نقضتم أحنا مننقض بقي كم واحد يعني كم قبيلة عشيرة هؤلاء لم ينقضوا العهود فذول بعد أربعة شهر ما يخالف ما عدهم مشكلة فأمر رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى عليا أمير المؤمنين أن اذهب واخذ السورة في الطريق السلام عليكم وعبد الله وأنت اذهب إلى يوم النحر إلى منا وقرأ هذه المعاهدة الجديدة هذه السورة على الملاء هذا يحجينا بها كاملا اليوم شنو اليوم تهيئة للتعبئة إذا صح التعبير القرآن يريد أن يهيئ المسلمين للتهيئة المعنوية حتى يكونوا أقوياء في قلوبهم وفي صدورهم هذه الآيات التي تلونها لهذا الشيء يذكرهم الله بثمانين غزوة ليش أقول ثمانين الآن أقول القصة شنو ثمانين غزوة وحرب وسرية انتصر فيها المسلمون كلها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة هاي كثيرة به قصة لا بس نذكرها فيديوهم واحد من العباسيين من الخلفاء خلفاء الجور نذر صار مريض وأشرف على الموت هذه قصة معروفة في كتب السنة والشيعة وتذكر في هذه الكلمة في التفاصيل كثيرة بس يقال أنه واحد سمم أعطاه سم أو شيء المهم مريض نذر نذرا بينه وبين ربه كان عندهم الأشياء يعني صحة أنه ظالمين بلس يعتقد بالنذر يعني نذر نذر قال إذا أنا الله شفاني من هذه العلة ومن هذا المرر أنفق كثيرا هاي كثيرا كلمة كثيرا الله سبحانه وتعالى بحكمته وامتحانه شفاه صار زيان لمن صار زيان تذكر نذرة شنو نذر سأنفقه كثيرا هاي بس هاي الكلمة قال فكر مع نفسه كثيرا يعني شنو شقال أعطي يعني يعني خمسين درهم مئة دينار شقال أعطي جبع العلماء مالتهم قال تعالوا هذا النذر شنو تطبيقه قالوا والله ما ندري كثيرا خب ممكن نقول مثلا خمسين ألف دينار ممكن نقول عشرين ألف دينار كل شيء ممكن فقام أحدهم وقال يا أمير الفلان ما إلك حل في هذا الموضوع إلا أن تذهب إلى الجواد عليه السلام وفي الرواية أن الجواد كان تحت رقابة هذا الخليفة يعني تقريبا كان مسجون فبعث إلى الإمام الجواد عليه السلام أنه هذا أن النذر هذا النذر شنو تكليفي شرعي كانوا متدين يعني الإمام الجواد قال لينفق ثمانين دينارا أكو في رواية ثمانين درهما تعجبوا راحوا وقالوا للخليفة أنه الإمام الجواد يقول ثمانين درهما ثمانين سألوا الإمام بأي يعني لون أنت تفسر قال بهذه الآية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كلمة كثيرة في القرآن في هذه الآية تدل على ثمانين غزوة لرسول الله فعددوا المؤرخون كلهم قعدوا بالكتب شوفوا ثمانين غزوة الرسول قبل قبل هذه الآية بعدين اجت مؤتة بعدين في كل هذه الحروب لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحرب أبدا هم بدأوا والرسول يدافع في كل الحروب البدء منهم هذه قصة كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثير أيها المسلمون هذه الآية اللي يش نازلة هذول اللي اجوا واختلطوا بالمسلمين المؤمنين المتقين هذول اللي قالوا مع رسول الله فيهم منافقون أيضا وفيهم أصحاب طمع بس أهل مكة كلهم صاروا مسلمين ظاهرا في الظاهر صاروا مسلمين أعلنوا الإسلام في الجزيرة العربية شنأكوا عرب وقبائل أجوا وأعلنوا الإسلام فصارت بلبلة في المجتمع الإسلامي في المجتمع المسلم شوفوا لمن اختلاط يصير إذا تذكرون أيام الغزو كلكم تذكرون لما الكويتيين الله يحفظهم ذهبوا إلى بعض المناطق هاجروا أو كانوا هناك ولم يستطيعوا أن يرجعوا صار اختلاط مع كثير من الشعوب ست شهر طالت بعد أو أكثر سبعة شهر سبعة شهر صار اختلاط فكري ثقافي أثر على المجتمع الكويتي أنا أذكر لمن رجعنا طيب الآن مئات الألوف صاروا مسلمين مكة افتتحت الاتصار صار حنين فاز فيه المسلمون بعد كد وجد سنقرأ هذا الاختلاط في المجتمع سووا بلبل فكرية بعض الناس من المسلمين كان عندهم نوع من الخوف شنو رح يصير بكرة شن سووا النصارى شن سووا اليهود الفرس من الروم من النتيجة اخبار تجيهم الله يعطيهم شحن معنوية ونفسية يعني لماذا تخافون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كم موطن ثمانين موطن الله نصركم لماذا تخافون هذه الآيات عندما كانت تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها وينتشر الخبر الآيات كانت تنتشر بعد شيئا كان في العرب ينتشر قبل الإسلام الشعر وحتى بعد الإسلام ما كان عندهم تلفزيون ولا هذا الجهاز اللعيني المبارك الموبايد شن كان كان الشعر ينتشر بسرعة قضية دعب الخد سامعيها هو في مارود يلقي قصيدة عند الإمام الرضا القصيدة وصلت إلى حتى تسترق بالطريق سأتشير لكم عن القصة أتصور بعد وصل إلى قوم وقوم يستقبله ورادوا يأخذون منه ثوب الإمام قضية مفصلة فالشعر كان ينتشر عندما نزل القرآن هذه الآيات المباركة القوية في الصورة والسيرة يعني قوية معنويا وقوية فصاحيا وبلاغيا كان ينتشر لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين هذا إشارة إلى هذه الغزوة العجيبة هذه الغزوة لا بس شوية نحك عنها فتح مكة انتهى الرسول بعد وين بعد في مكة أصداء الفتح وأخبار الفتح انتشر أقرب مكان إلى مكة وين الطائف رايحين طائف أنا رايح الطائف وصل للخبر القبائل العرب في الطائف اللي منهم هوازنوا منهم 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 ذاكرين أسماءهم هذول اجتمعوا مع بعض قياداتهم شيوخ العشار قالوا هذا راح يهجم علينا معناته مكة معقل الشرك افتتح بعد ما يبقى لنا شي لنباغتهم قبل أن يباغتونا عوالهم يعني بيدهم كل شي القبائل كلها اجتمعت قضية مفصلة أسماها موجودة كلها قالوا احنا نجي بر الطائف في منطقة نبقى هناك حتى هذول اللي من اجوا او ديرحون الى يثرب نهجم عليهم الخبر وين وصل وصل الى النبي النبي ما عنده ناس يجيبوا لأخبار لأنه العيون في الحروب واجبة مو بس مستحبة عيون يعني المخابرات حسب تعبيرهم فأجوا قالوا للنبي هذول يهجمون عليكم النبي قال ما دام هذول ما اروح الى يثرب اتى الامر من الله سبحانه وتعالى انت اذهب الى الطائف الى حنين منطقة فجهز جيشه كم واحد هذول جاي من المدينة عشرة الاف اللي في مكة اسلموا رادوا يخلون شنو يعرضون عضلاتهم احنا مسلمين وياكم احنا حاضرين نجي الفين من هذول لم اجوا وهذا بلاء كان هذول الالفين منه هذول الالفين المسلمون الجدد يعني تو صاير مسلم اي متردد طامع خائف شوف شلون النبي مستقبلهم مسلمين خلص تعالوا اش قال صار اثنائش الف اتجه النبي صوب حنين وعقد الراية لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب اكو رايات في الحروب القديمة كل قبيلة تاخذ راية بيدها هاي عرف عسكري يعني مثلا قبيلة فلان قبيلة فلان عشيرة فلان حتى يجمعوهم في بوتقة واحدة يطون الراية بيد من بيد رئيس العشيرة ويامنوا الف نفر الفين نفر ولكن الجيش كله الى راية كبرى الراية الاصلية يسموها هذه الراية اعطاها رسول الله بيد علي امير المؤمنين اللهم صل الله وتوجهوا نحو حنين بالطريق المسلمين منتصرين ثمانين غزوة انتصارات فتح مكة معادية رها يعني معقل الشرك والاصنام اندثر كل راح في يوم واحد وبدون اراقة قطرة دم هذا مهم وعفوا عام صار اذهبوا فانتم الطلقاء ما عدنا انتقام شيء غريب كان فتح مكة هذول اللهم راحوا وصار عدهم شنو نوع من الكبرياء والعجب المسلمين ها المسلمين هسا انا ما رد اقول كلهم بس بالنتيجة حسب الايات القرآنية اللي الان نتلوها صار عندهم نوع من العجب وشنو قالوا هاي العبارة موجودة في التاريخ لا نغلب ابدا الغلب لنا احنا اثنائش الف عشر تالاف جايين مؤمنين مخلصين الفين من اهل مكة صارين ويانا ودروع استعاروا منا منا حرب قوية يعني تجهيزات قوية احنا ما ننهزم ابدا الله قال له عجيب العجب شوف الله دائما يمتحننا دائما من لحظة التكليف هذول الشباب اللي اول تكليفهم من اول التكليف امتحان الى اخر لحظة قبل ان نغمض عيننا وعزرائيل ياخذ الراحة هذا الامتحان موجود ونستمسك بالله في هذا الامتحان الله رح يعد بهم وصلوا قبيل الفجر ذولا كم جهزين حالهم وجيش جرار هجموا على المسلمين هذولا بوغتوا عندما هجموا النبال تترة السيوف اتت شم واحد انقتل اغلبهم شردوا التاريخ يوضح بشكل دقيق يقول اول من شرد هذول الالفية انترها ومسلمون الجدد هذول شردوا البقية اللي شردوا البقية كانوا مخلصين ظاهرا بيهم منافقين ما يخالف بس جائل من المدينة من يثرب وقد صهرموا الاسلام في بوتقة جيدة يعني تربوا حوالي تسع سنوات فيهم المهاجرون وفيهم الانصار من جب اسماء منه شردوا 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 ذاك اليوم العباس عم النبي هموا اياهم عباس عم النبي شوكة اسلام في بدر اسلام عندما اثر هاي معروفة فبقى في المدينة العباس عم النبي هم جايوا يا منو ويا النبي ويا الجيش الى فتح مكة وبعدين اجوا الى الطائف المعروف في العباس بسهل شنو نقول عليه السلام ما ادري المهم طاب بعدين نقول عليه السلام ما يخالف العباس عنده صوت جهوري يرعب هناك تل النبي واقف منوية اكبر عدد اليوم شفت بالتاريخ ميت نفر فقط وبعض التواريخ تذكر اثنعش نفر منهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب يقاتل بسيفه وحده ما شردو كذول يستقول ميت نفر او اثنعش اتصور ميت نفر يعني اكثر صوابا البقية شردو اش قيد اثنعش الف الفين من المشركين الجدد المسلمين الجدد وعشرة الاف البقية شردو النبي توسل بالله اكد دعاء في هذا الوضع طويل ما جبته اياي حتى اقرأ توجه الى الله ان اردت ان تعبد يشكل عبارة مثل دعاء خندق غزوة خندق توسل بالله وامر عمه العباس ان يصعد تل ويصيح بالناس يا اهل ابيعة الشجرة وينكم وين راحين صوت جهوري انتشر في الصحراء ذال خجل من رجع المسلمين الاوائل رجعوا الالف يالنفر مشاف عيب هم رجعوا لما رجعوا الكفة تغيرت وانزل الله سكينته هنا مهم يعني بالنتيجة بالقوة ما صارت بالامداد بالامداد الرباني السماوي اين انا يقولون يعني شنو صار بعض الروايات في كتبنا تقول انه الملائكة نزلت ولكن لم تشترك في القتال ولكن هيئة المقاتلين كانت موجودة بعض يقولون بعض الروايات تقول السكينة نور الهي يأتي الى قلوب المؤمنين الله يجيب لهم فتقوة غير عادية ما يخافون من احد بعد ولكن على من نزلت على الرسول وعلى المؤمنين يعني المنافقين ما قال عدو نقرأ الآيات هو يطول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين تذكرون يوم حنين هاي الآية وين نزلت نزلت في المدينة حنين منتهي لا تنزل هاي الآيات ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قلتوا لا نغلب إحنا أقوياء فلم تغن عنكم شيئا يعني هذه الحالة لم تغن عنكم شيئا أو هذه الكثرة لم تغن عنكم شيئا هذا أكو بيدا رسئلة موعظة لنا فلان يصير تاجر أول نبدأ بالتجار بعدين نجعل علامكم يصير تاجر متمكن يأخذه الغرور والعجب أنا عندي ملايين عندي في البنك خوب إذا إجاك المرض شو سوي إذا إجاك حال إجتك حالة أنه بعد ما تقدر تأكل غير قرصة خبز ويابس أهم مات بعض المرضى هاي شكل شو تسوي فأنا أنا متفيد أما العلماء أي طبقة من العلماء يصير عالم يأخذ الغرور أنا درست بالجامعة بالكلية أنا صرت دكتور أنا صرت فقيه أنا صرت عالم أنا صرت مؤرخ يأخذه العجب هذا العجب داء عجيب حتى العابد ما استجيره بالله عابد ما يدرك صلاة الليل عفيا بي بارك الله فيك بس هذه إذا ولدت عجب في قلب الإنسان ترى يدمره أي ثواب ما إله الشيطان يغذي فلم تغن عنكم شيئا هذه الكثرة لم تغن عنكم يعني ما فادتكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الأرض رحبة ضاقت عليكم يردون بالتاريح يقولون يردون ما قدروا وشنون يشردون ألف نفر منا ألف نفر منا ليش يشردون هالشكل ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يعني أدبرتم عن رسول الله مدبر هو الذي يترك شخصا أو منطقة أو مكانا يجعل دبوره يعني وراه ويشرد هذا معنا المدبرين ثم وليتم فررتم يعني رحتوا كلمة وليتم بها نوع من الإهانة أيضا وإن ولي نقول إحنا وإن تولي أنت نوع من الاستخفاف بهم ثم وليتم مدبرين بعدين شنو صار بعدين الدعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصمود علي عليه السلام ولم يترك المعركة ودافع عن رسول الله والثل المؤمن معه حتى ذاكرين بعض الأسماء أيضا هذول لما انصار ثم أنزل الله سكينته على رسوله ليس على المنافقين ليس على الألفين نفر اللي جاي من مكة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها اللي قلت أنه هذول ملائكة جوا في الحديث وفي التاريخ ثابت هذا أنه بعدين لما صارت المشاكل انتهت والمسلمون انتصروا وأخذوا أسرة وأخذوا منهم غنائم سوف النبي جيد رحيم جيد رحيم صلى الله عليه وآله عندما انتهت المعركة جاب الغنائم كلها إجوا رؤساء القبائل اللي كانوا يحاربوا قالوا يا رسول الله نحن نؤمن نسلم أسلم قال ما دام أسلمتم كل الغنائم لكم كل الذراري لكم وانت تصير رئيس ما لك ابن عوف ما لك شنو اسمه ناسي اليوم قرأت بس أنسى هذا قال ليس أنت رئيسهم أنت كن رئيسهم يعني شنو هذه الأمور لما الواحد يدقيق فيها أنه الرسول صلى الله عليه وآله وآله ما جاي للحرب وإراقة الدماء والانتصارات الظاهرية جاي للهداية أنت رئيس ما يخالف أنت يصير رئيس ما دام صارت مسلم يلا ما يخالف فصار رئيسا للطائف من قبل رسول الله وأعطاهم كل الغلائم رجعها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جهار هذا اللي تشير أقول بعدين لما انتهت الحرب هم أهل طائف كانوا يقولون كانوا يقولون عشنا نشوف أشياء غريبة يعني مو بشر الملائك لما تنزل في صورة بشر بس بشكل عجيب كانوا فهذه الآية تدل على أنه صدق الله أنزل ملائكة وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا أربعين نفر قتلوا بيد أمير المؤمنين فقط لأنه إذا ما كان يقتلهم كانوا يهجمون هذولا فقط أربعين نفر بيد أمير المؤمنين عذبا يعني قتلوا وذلك جزاء الكافرين بعدين الله يطي أيضا مهلا يقول أنتو شرتو وليتم مدبرين ما يخالف الله يتوب عجيب ثم بعض الناس يقولون واحد كان رايح إلى ضريح الإمام الحسين رزقنا الله وإياكم زيارته شافت واحد عند الرأس الشريف واقف وينادي الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هاي قضية حقيقية أبانا ذكروني يعني كبارنا ذكروني يقول استمعت شون يقول هذا شفت يقول يا أبا عبد الله يوم القيامة لتشفع لشمرها قال لوله شلون قال المهذول هل قد رحماء أهل البيت رحماء الرسول رحيم هذا الدليل عليه طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى وفي وقت الشدة أشداء على الكفار ثم يتوب الله من بعد ذلك اشتردتوا وليتم مدبرين ما يخالف مؤجب عند الرسول يا رسول الله نعتذر احنا بعد صارت أنا شفت اليوم في تفسير من التفاسير مع الأسف يقول إيه هذه مو هذه وصمة عار على بعض الكبارية على الشخصيات مذكورة أسمائهم فشني يبرر يقول هذه طبيعية الفرار خب عني صارت مشكلة والناس والناس فرّت ولت مدبر وآه ذو لم فرّوا إياهم يا مشكل الفرار من الحرب نوعا من الجريمة الكبرى في الإسلام وأكو أنا أكو آيات في غير هذه الصورة المهم بس الله يتوب ما يخالف مهلا 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 حول نجاسة المشركين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء خلاصة هذه الآيات شون تريد تقول الدرس الذي نأخذه من هذه الآيات أولا العجب داء عضال ومميت ومحبط يعني يصير حبط للعمال العجب ما لات أنا مولي للأله داء أسوي داء أسوي لنفسي هذا الدرس الأول الدرس الثاني التوسل والدعاء الدعاء يرفع القضاء بعد الوعكة الصحية ما لدي سوى أحد قالوا ليش تحكي هذا الأشياء لا خل نحكي السلام عليكم نستفيد أنا قايل لبعض الأصدقاء إجا الطبيب في المستشفى قل لي الطبيب كان مو هذا اللي سوى عملية الطبيب اللي سوى إحياء يسموه سكشن شي يسموه ها أي كسروا أضلاعي طبعا فقلت شون قصة شونو صار وأنا ما أفتهمت شونو صار أصلا ولأن أنا ما أتذكر فقال أنا خمس تعش سنة هنانا ثلاث مرات شايف معجزة الثالثة أنت قلت شلون قال بعدين لما انطلعت من المستشفى اسأل من أقربائك إحنا أيسنا منك وقلنا لأقربائك شيلوا الجسد ودوه خلص ودوه للمغتصر يعني فتمر إجاني في حالة جتني حالة قلت خلي للمرة العشرين للمرة الثلاثين أضغط على صدرك ما أده شلون صار أنا كنت مأيس فضغطت انتهزت نفسك وديناك للعمل قال لي شنو القصة قلت له الرواية تقول الدعاء يرفع القضاء أو يدفع القضاء يرفع الصور يرفع القضاء الدرس الثاني في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى أن الجيش يولون مدبرين شنو سوى توجه إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء موجود في كتب الحديث هذا الدرس الثاني الدرس الثالث أن الانتصارات من الله سبحانه وتعالى وعندما امتعدت الأمة كل الأمة شيعة وسنة ابتعدنا عن تعاليم الله الله امتركنا قال لي دولة دولة ويفيدوا عن الإمام الكاظم عليه السلام اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات زمانه وتعالى ساعات القرآن جلسات تفسير جلسات الوعظ جلسات شعائر الإمام الحديث كل هذا هذا مناجات ساعة لمناجات الله وساعة لأمر المعاش بسم من يومكم من نهاركم من ليلكم من وقتكم خلوه للعمل للمعاش وساعة هذا مهم وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن أنتوا يا شباب اللي يريد يأخذ صديق يدور على هذا الصديق مواصفات الصديق الذي يفيد شنو إخوان ثقات يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن يعني وراكم يخلص لكم في باطنه مخلص هذا الصديق الصحيح هاي ثلاث أشياء الرابع شنو هاي احنا نسويها دائما بعض الناس أروع شي زائي سووها وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم اللذة موجودة في الإسلام بس بيكون حرام لكم لذات محللة قسم من اليوم خلوه للذاتكم التي غير محرمة عبارة الأخيرة جدا لطيفة يقول الإمام الكاظم عليه السلام وبهذه الساعة أي ساعة الرابعة يعني اللذات وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات يعني انت اللي من ترفع عن نفسك بكرة أيضا تقدر المناجات والمعاش والأخوان تقدر تتحمل أما كل عبادة كل عبادة ما يصير إن شاء الله نطبق هذه الأحاديث مرة ثانية اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة ترجمة نانسي قنقر